بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد علي وعلى آله أفضل الصلاة وأتم متسم وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن صفة الصلاة مع بيان أركانها وواجباتها وسننها وما يكره فيها أتبع ذلك بالحديث عن أحكام سجود السهو وفعل سهى تارة يتعدى بالباء وتارة يتعدى بفي وباختلاف الحرف الذي يتعدى به يتغير معناه فإن تعدى بفي الظرفية فإنه يكون بمعنى الترك كما قال الله عز وجل ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إذا تعدى بعن فإنه يكون بمعنى الترك فمن قيل إنه ساه عن صلاته فهو تارك لها وأما إذا تعدى بفي فإنه بهذه الحالة يكون معناه أنسيان على سبيل الإجمال وعبرت بذلك لأننا نعلم أن اللغويين وكثير من الأسوريين أو كثير من اللغويين كفثعل بأبو منصور وكثير من الأسوريين يقول لا يكاد يوجد هناك لفظان عربيان مترادفا بل لا بد أن يكون أحدهما مغايرا للآخر وقد ذكر بعض الفقهاء ومنهم منصور وغيره فرقا بين النسيان والسهو وإلا في الجملة فإن إطلاق الفقهاء في النسيان هو بمعنى السهو إذن المقصود بقول المصنف باب السهو باب سجود السهوي أي مراد السهو في الصلاة لا عنها وأن السجود إنما هو مختص بالصلاة لا بغيرها من العبادات نعم لا يشرع في العمد بل للسهو بوجود أسبابه وهي زيادة ونقص وشك لفرض ونافلة بدأ المصنف رحمه الله تعالى بأول مسألة فقال لا يشرع في العمد بل للسهو بوجود أسبابه قول المصنف لا يشرع في العمد يستفيد منه فائدتين الفائدة الأولى أن سجود السهو تمر عليه عدد من الأحكام التكلفية فتارة يكون واجبا وتارة يكون مندوبا وتارة يكون مباحا وتارة يكون محرما فمن الصور التي يكون فيها غير مشروع حينما يكون فعل العبد عبدا وقول المصنف لا يشرع في العمد فإن من تعمد فعل شيء زائد في الصلاة فإنه يكون مبطلا لها إن كان قولا أو كان فعلا مبطلا لها وإن كان هذا الفعل الصادر منه من باب العمد في الترك فإنه كذلك يكون مبطلا وإن كان العمد في ترك سنة وقد مر معنا في الدرس الماضي أن ترك السنة يشرع له على سبيل الندب سجود السهو على سبيل الإجمال فإن محل ذلك في من ترك سنة سهوى لا من تركها عمدها وسيأتي تفصيل بمشيئة الله عز وجل في الترك العمد إذن هذا معنى قوله لا يشرع العمد وهي المسألة الأولى المسألة الثانية في قوله بل السهو بوجود أسبابه فلا بد أن يكون وجد أحد أسباب سجود السهو وقد أورد المصنف ثلاثة أسباب وهي الزيادة والنقص والشك وهذه الأسباب الثلاثة لنعلم أنها من أهم المسائل المتعلقة بسجود السهو فمن عرف متى تكون الزيادة موجبة لسجود السهو ومتى يكون النقص موجبا لسجود السهو ومتى يكون الشك موجبا لسجود السهو فإنه يكون قد أحاط بأهم مسائل الباب ولذلك فإن العلماء يقولون أن مسائل سجود السهو ترجع إلى خمسة أحاديث وترجع إلى ثلاثة أحوال فأما الأحاديث الخمسة فإنها حديث أبي هريرة في الصحيحين حديث ذي اليدين حينما سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ركعتين ثم أتى بهم بعد ذلك ثم سجد سجود السهو وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد خامسة وحديث أبي سعيد رضي الله عنه في من شك في صلاته وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن من شك في صلاته زيادة أو نقصة فإنه يبني على مستيقا والحديث الخامس هو حديث مالك بن بحينة في نسيان التشهد الأول هذه الأحاديث الخمس هي التي عليها مدار باب سجود السهو كما نص أحمد وغيره من أصحابه ولا يخرج الأحوال كما ذكر المصنف عن ثلاثة إما أن تكون زيادة وإما نقص وإما شك ولعلنا إن شاء الله في الدرس القادم أوجزوا قاعدة في الشك والنقص والزيادة التي تكون موجبة لسجود السهو أو يشرع لها سجود السهو فمن الأنسب أن أذكر القاعدة بعد ذكر الفروع التي أوردها المصنف بقي أن أبين أن درسنا اليوم إن شاء الله سيكون متعلقا بالزيادة والدرس القادم سيكون فيما يتعلق بالنقص والشك المصنف أورد ثلاث صور فقط التي تكون أسباب سجود السهو الزيادة والشك والنقص وزاد بعضهم سببا رابعا زاده مرعي وهو فيما إذا لحن في قراءته لحنا يحيل المعنى وهو المسمى باللحن الجلي وسيأتنا إن شاء الله في الدرس القادم الوجهين في المسألة وخلاف المجد في هذه المسألة بمشيئة الله وسبب عدم إرادة المصنف لللحن في أحد الأسباب الثلاثة ثم قال المصنف لفرض ونافلة أي أن سجود السهو يشرع في الفرض والنافلة وليس خاصا في صلاة الفريضة فقط بل حتى في النافلة نعم سوى سوى صلاة الجنازة وسجود ثلاوة وشكر وحديث نفس ونظر إلى شيء وسهو في سجدتيه أو بعدهما قبل سلامه سواء كان سجوده بعد السلام أو قبله وكثرة سهو حتى يصير كوسواس فيطرحه وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة ونحوه ولا في صلاة خوف قاله في الفائق نعم هذه ثمان صور بيّن فيها المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يشرع فيها سجود السهو وإن وجد أحد الأسباب المتقدمة الثلاثة أول هذه الصور الثلاث قول المصنف سوى صلاة جنازة فإن من صلى على جنازة ثم بعد ذلك سهى فيها فزاد أو نقص أو شك فإنه لا يسجد فيها سجود السهو لأن جنس السجود غير مشروع في صلاة الجنازة فحينئذ لا يشرع فيه سجود السهو الأمر الثاني قوله هو سجود تلاوة والثالث قوله هو سجود شكر وسجود التلاوة وسجود الشكر على مشهور المذهب أنها صلة فكان من المناسب أن من سهى فيها أنه يأتي بعدها بسجود سهو لكن قالوا إن من سجد سجود سهو في سجود التلاوة وسجود الشكر فإنه يكون قد زاد في الهيئة فحينئذ لا يناسب سجود السهو هاتين العبادتين ولا يشرع فيهما كذلك والصورة الرابعة في قول المصنف وحديث النفس وحديث النفس هو الذي سبق معنا أنه ليس بمبطل ولو كثر خلافا لمن قال إنه إذا كثر فإنه يكون مبطلا وهو ما ذهب إليه أبو عبد الله بن حامد وأبو الفرج بن الجوزي وهو ما ذكرنا في آخر الدرس الماضي وذكره المصنف في آخر الدرس الماضي في من غلب عليه كثرة الفكر فلم يعقل من صلاته الشيء الكثير والمعتمد أن من انشغل قلبه وغلبت عليه الأفكار فإنها لا تبطل صلاته ولا تكون سببا لمشروعية سجود السهو لا على سبيل الندب ولا على سبيل الوجوب وهذا اللي نسميه نحن بالسرحان الفكر والتفكر الأمر الخامس قول المصنف ونظر إلى شيء فإن النظر إلى شيء سواء كان مكتوبا فيقرأه أو إلى صورة ويتأمل فيها ولو طالت قراءته وطال تأمله في تلك الصورة فإن ذلك لا يكون سببا لسجود السهو مطلقا بل إنه من فعل شيئا من ذلك بطلت صلاته الصورة السادسة في قوله وسهو في سجدتيه أو بعدهما قبل سلامه سواء كان سجوده بعد السلام أو قبله قوله وسهو في سجدتيه المراد بسجدتيه أي أن من سهى في سجدتي السهو فنسيهما أو سهى فيهما في عددهما أهما ثنتين أو أهو سجد سجدة واحدة أم سجدتين فإنه لا يسجد لأجل هذا السهو في سجدتي السهو التي فعلهما في صلاته قال أو بعدهما قبل سلامه فلو سهى وشك بعد سجوده وقبل سلامه من الصلاة فإنه في هذه الحالة لا يسجد للسهو كذلك قال المصنف سواء كان سجوده بعد السلام أو قبله أي سواء كان سجود السهو قبل السلام أو كان سجود السهو بعد السلام وسيأتينا في الدرس القادم من مشيئة الله متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعده الصورة السابعة قال المصنف وفي كثرة سهو حتى يصير كوسواس فيطرحه يقول إن من كثر سهوه عبر المصنف بكثرة السهو وعبر صاحب المنتهى بالشك فقال وكثرة شكه ذكر منصور في شرحه على المنتهى أن العبارتين معناهما واحد فإن مراد المصنف هنا بكثرة السهو هو كثرة الشك لا فرق بينهما وإنما هو اختلاف عبارة قال المصنف حتى يصير كوسواس حتى هذا الانتهاء الغاية بمعنى أنه أصبح شكه متكرراً معه فأصبح هذا الشك خارجاً عن صفة الشك التي يتكلم عنها الفقهة وإنما صار يسمى بالوسواس والمعاصرون يسمون هذا الفعل بالوسواس القهري الذي يكون من غير سبب وإنما يقهر المرأة قهراً فيرد على نفسه وقد ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى أن من كثر شكه ووسواسه وهو الوسواس القهري في الصلاة فأصبح مستمراً معه يأتيه في أحيانا كثيرة وليس بسبب عارض أو ليس طارئاً في بعض الأحوال دون بعضها فإنه يلزمه أمراً الأمر الأول قوله فيطرحه أن يجب عليه أن يطرح الوسواس والشك فإذا شك هل صلى ثنتين أو ثلاثاً أو شك هل ركع أم لم يركع هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها هل سجد سجوداً أو سجدتين فليطرح الشك ومعنى قوله فليطرح الشك ليس معناه أنه يبني على اليقين وإنما مرادهم بطرح الشك هو أن يبني على عكس شكه فقولهم هنا يطرحه أن يبني على عكس الشك فإن كان قد شك في الفعل وعدمه وكان الأمر من الأشياء التي يلزم فعلها في الصلاة فطرح الشك يكون بأن يقول فعلته ويغالب نفسه وإن شك في الفعل وعدمه من مبطلات الصلاة التي يلزم تركها في أثناء الصلاة فطرح الشك حينئذ بأن يقول لنفسه ويعتقد أنه لم يفعل ذلك المفسد أو المبطل للصلاة إذن فقوله هنا فليطرحه يجب أن نعرف أن المراد بالطرح هو عكس الشك وليس المراد به البناء على اليقين لأن البناء على اليقين إنما يكون لمن لم يكثر شكه ويتكرر معه فيكون الوسواس صفة دائمة له ولنعلم أن بعض الناس ربما لا يعرف أن فيه هذا الوسواس لكن إن بدأ بك مع فقهك ومعرفتك أنه يلزم طرحه فإنك سترتاح إذا بدأ الوسواس بالشخص في أول حياته ثم طرحه في أول أمره ارتاح واعتاد وأما إن تماد به الوسواس وكثر معه فترة طويلة فإنه يصعب عليه بعد ذلك تركه لأنه صار كالعادة له ولذا فإن المرء يعلم نفسه ويعلم من بجانبه وخاصة إذا كان المرء معلما في المرحلة الثانوية فإن أكثر ما يكون بداء الوسواس لكثير من الشباب في هذا السن في المرحلة الثانوية بحسب استقراء كثير من الذين يسألون عن هذه الأمر فيجب عليك أن تبين لهم إن كنت معلما بأنه يجب عليهم طرح الشك وذلك بالبناء على ضد الشك في القاعدة ذكرتها قبل قليل الحكم الثاني قول المصنف أنه لا يسجد للسهو حينئذ فلا يسجد سجود السهو لمن كثر شكه لأن هذا مما يعني يكون قد يكثر في هذه الصورة فيعفى عنه وقول المصنف سواء كان سجوده بعد السلام أو قبلها تكلمنا عنها قبل قريب نعم قول المصنف وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة ونحوه قوله وكذا يعود إلى قوله فيطرحه ولا يعود إلى سجود السهو لأن سجود السهو متعلق بالصلاة فقط فيقول المصنف إن من كثر شكه ووسواسه في وضوئه وفي غسله وفي إزالة النجاسة على بدنه وعلى ثوبه وبقعته فيلزمه حينئذ أن يطرح الشك بأن يبني على عكس شكه فإن كان الأمر مما يلزم فعله فيقول قد فعلته وإن كان الأمر مما يلزم انتفائه فيحكم بانتفائه وهذا هو عكس الشك في حقه إذن فقوله وكذا يعود فقط للطرح ولا يعود لسقوط سجود السهو لأن هنا لا يتصور سجود السهو الأمر السابع أو الثامن نعم الثامن مما لا سجود فيه قول المصنف ولا في صلاة خوف قوله ولا في صلاة خوف أتبعها المصنف بقوله قاله في الفائق وسبب ذكره هذه الكلمة قاله في الفائق لأن هذا السبب أو هذه الصورة عفوا أن هذه الصورة لسجود السهو أو أن هذه الصورة التي يسقط فيها سجود السهو ليست موجودة في المقنع ولا في التنقيح ولم يذكرها أكثر الأصحاب وإنما ذكرها في الفائق وعندنا هنا يعني عدد من المسال هنا المصنف نقلها عن صاحب الفائق بينما صاحب الفائق لم يجزم بها وإنما عبارة صاحب الفائق كما نقلها عنه صاحب الإنصاف أنه نقل هذا القول عن بعضهم قال وفي صلاة الخوف عن بعضهم أو نحو من هذه العبارة ولم تكن من قول ابن قاض الجبل صاحب الفائق فالصواب أن تكون عبارته نقله في الفائق عن بعضهم لكن أجيب عن ذلك وهذه الإجابة من بعض المحشين أن القاعدة عندهم أن العالم إذا نقل قولا عن أحد واقتصر عليه ولم يذكر غيره في الخلاف ولم ينكره فإنه يكون قولا له وصاحب الفائق اقتصر على هذا القول ولم يذكر خلافه فدل على أنه قول الله وهذه قاعدة مشهورة جدا وأول من طبقت عليه الخرقي عندما يقول ما هي أقوال الخرقي فما اقتصر عليه فإنه يكون قولا له ثم من تبعه بعده إذن هذا ما يتعلق في هذه الجملة من ناحية عبارة قول مصنف قاله بالفائق أما من حيث الفقه فإن طبعا نسيته النبه أن قاله الفائق يعود فقط لصلاة الخوف دون ما سبق طيب هذه المسألة وهي قضية صلاة الخوف لم يسبق صاحب الفائق إليها وإنما ذكرها صاحب الفائق وجزم بها ووافقه بعض من بعده وقد ذكر الشيخ منصور أن الأقرب عنده التفريق بين نوعين من صلاة الخوف بين صلاة الخوف الشديد وبين صلاة الخوف غير الشديد وكأنه مال إلى أن الصلاة أن صلاة الخوف التي لا يشرع فيها سجود السهو ولو وجد سهو هي صلاة الخوف الشديد الذي يكون عند حال الهرب ومر معنا الذي يكون فيه الحركة الكثيرة كحال الهرب ونحوه فإن هذا هو الذي لا يكون فيه سجود السهو لأن هذا لا يناسب الخوف الشديد وأما إذا كان خوفا غير شديد فالذي مال إليه منصور بناء على قواعدهم في المسألة قواعد المذهب كما قال أنه يسجد للسهو فيه هكذا ذكر هذه ثمانية أمور ذكرها المصنف وقد سبق قبل قليل صورة تاسعة وهو إذا تعمد ترك سنة أو تعمد ترك شيء فإن عمد ترك الواجب مبطل وأما تعمد ترك السنة فإنه يكون غير مشروع له سجود السهو فيزاد الثامن باعتبار عمدية ويزاد أمور تاسع ذكرها المصنف وسأتينا بعد قليل بمشيئة الله عز وجل وهو العمل اليسير الذي لا يكون مبطل للصلاة إذا نسي وفعله فإنه في هذه الحالة يعني يكون غير مشروع له سجود السهو وسيأتي في كلام مصنف فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلة وسهوان ولو قد جالست لاستراحة سجد بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر الحديث عن أول الأسباب لسجود السهو وهو الزيادة والعلي أختصر ما يتعلق بالزيادة على سبيل إجمال وسيكون بتفصيل أكثر في الدرس القادم من زاد شيئا في الصلاة فلا تخلو زيادته إما أن تكون زيادة فعل أو تكون زيادة قول فإن زاد فعلا فإن الفعل الذي زاده إما أن يكون من جنس الصلاة فيكون إما ركنا أو يكون واجبا فهذا الذي ذكر مصنف أن من تعمد زيادته في الصلاة بطلة صلاته ومن لم يتعمده وإنما سهى فإنه يجب عليه حينئذ تداركه بسجود سهو النوع الثاني زيادة الأقوال وزيادة الأقوال ذكر مصنف أنها أنواع إما أن تكون من جنس الصلاة أو من غير جنس الصلاة وزيادة الأقوال من جنس الصلاة كما ذكر المصنف إما أن تكون ذكرا مشروعا في غير محله وإما أن تكون ذكرا هو من جنس الصلاة كأن يكون دعاء لكنه غير مشروع وسيأتينا إن شاء الله هل يسجد له أم لا بعد قريب وأما زيادة الأقوال التي ليست من جنس الصلاة فهي التي تسمى بالكلام الذي يبطل الصلاة مثل مخاطبة الآدمي بكاف الخطاب ومثل قول كلام ليس دعاء وليس ذكرا أي ليس قرآنا فإنه يكون مبطل للصلاة وسيذكر المصنف أن من مبطلات الصلاة الكلام لأنه من زيادة الأقوال من غير جنس الصلاة ذكرت قبل قليل أن زيادة الأفعال إما من جنس الصلاة وتكلمنا عنها ونسيت أن أقول أو زيادة أفعال من غير جنس الصلاة وزيادة الأفعال من غير جنس الصلاة إن كانت يسيرة عفية عنها وإن كانت كثيرة كانت مبطلة للصلاة وكل هذا سيأتي في كلام المصنف إن شاء الله بدأ المصنف أولا في زيادة الأفعال التي من جنس الصلاة فقال من زاد من جنس الصلاة قوله من جنس الصلاة يشمل من زاد ركنا أو واجبا زاد ركن مثل ركعة أو ركوع أو سجود أو زاد واجبا مثل زيادة الجلسة بين الركعة الثانية والثالثة وهو جلسة التشهد الأول نفهم من قول المصنف زاد من جنس الصلاة أن من زاد من غير جنس الصلاة فهي الحركة والأفعال التي إذا كانت كثيرة متوالية أبطلت الصلاة فحينئذ هذا مفهوم هذه الجملة وسيأتي حكمها بعد قريب وقول المصنف متى زاد من جنس الصلاة مراده الأفعال فقط دون الأقوال إذ الأقوال سيأتي فيما بعد يدل على هذا القيد الأمثلة التي أوردها المصنف قال كقيام أو قعود أو ركوع أو سجود زيادة القيام واضحة وزيادة القعود كذلك في الجملة في الجملة لماذا قلت في الجملة لأن عثمان في حاشيته اعترض على هذه الجملة فقال إن بعض القعود الذي قد يزاد لا يكون مبطلا للصلاة وذكر صورا والركوع وسجود كذلك قال المصنف عمدا يعني إذا كانت الزيادة عمدا بطلت أي بطلت الصلاة تبطل الصلاة حينئذ وهذا يشمل جميع الزيادات إلا صورة واحدة سيردها المصنف بعد قليل في من نوى قصر الصلاة ثم زادها في أو أتم الصلاة بعد البداءة فيها فقد زاد في الصلاة شيئا من جنسها لم يكن قد نواه فإن هذه هي الصورة الوحيدة التي لا تبطل فيها الصلاة وسيأتي فيك للمصنف ثم قال المصنف وسهوا أي من زاد فعلا من جنس الصلاة كالقيام والقعود والركوع والسجود سهوا ولو كانت مقدار الفعل الذي زاده مقدار جلسة الاستراحة ولو قدر جلسة الاستراحة سجد أي وجب عليه أن يسجد سجود السهو إذن من الصور التي يجب فيها سجود السهو وجوب السجود لمن زاد في الصلاة شيئا من جنسها سواء كان من الأركان أو من الواجبات ونحوها عندنا هنا بس في قول مصنف ولو هذا لو التقليل ويعود لوجوب السجود يعني يسجد ولو كان هذا المقدار ويعود أيضا لمسألة أخرى وهو أن من تعمد الجلوس بمقدار هذا المقدار بطرت صلاته إذن قوله ولو قدر جلسة الاستراحة يعود للجملتين معا نبه لهذا العود ابن قندس في حاشيته فيعود للجملة الأولى أن من زاد من جنس الصلاة عمدا بطلت ولو قدر جلسة الاستراحة ويعود للجملة الثانية من زاد من جنس الصلاة قياما أو قعودا سهوا سجد ولو كان زيادته بمقدار جلسة الاستراحة وهذا ملحظ لطيف من ابن قندس في ربط هذا القيد لو التقليل للأمرين معا قول مصنف ولو قدر جلسة الاستراحة استشكلت من جهات أول استشكال أن بعضا من أصحاب إمام أحمد قال إن هذا مقدار مجهول على المذهب كما قال الخلوة وذلك أن مشهور المذهب أن جلسة الاستراحة غير مشروعة فحينئذ لا يعرف المتخصص في مذهب الإمام أحمد مقدار جلسة الاستراحة لأنها غير مشروعة عندهم فيقال إن هذا التقدير مبني على القول بمشروعيته وهي رواية الثانية في المذهب فحينئذ وقد أشار له المصنف قبله فحينئذ فتكون باعتبار الإحاطة بالروايته الأمر الثاني أن قول المصنف ولو قدر جلسة الاستراحة قالوا إنما ذلك لمن جلسها غير مريد لها فمن أراد الاستراحة وكان يعتقد مشروعيتها فإنه قد فعل شيئا مشروعا كما ذكرت لكم قبل قليل أن الرواية الثانية عن أحمد مشروعية جلسة الاستراحة إما مطلقا أو لمن كان ثقيدا فحينئذ نقول من كان يرى مشروعيتها فجلس لها فلا يبتل ذلك الفعل صلاته ولا يكون موجبا لسجود السهو وهذا معنى قول بالنصر الله ولو قدر جلسة الاستراحة لا للاستراحة فقوله لا لاستراحة أي لا لقصد الاستراحة إذا قيل بمشروعيتها ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير قول المصنف ومتى ذكر أي ومتى ذكر المصلي إماما كان أو مأموما أنه قد زاد في أفعال الصلاة شيئا منها فإنه يلزمه العود إلى ترتيب الصلاة فيلزمه أن يعود إذا ذكر ذلك إلى ترتيب الصلاة أي إلى الموضع الذي زاد فيه فيرجع إليه فيرجع إلى الموضع الذي قبله بدأت الزيادة ثم يكمل صلاته بعد ذلك وقوله بغير تكبير أي لا يرجع بتكبير بل يقف عند الموضع الذي وقف عنده فلو فرضنا مثلا أن شخصا قام من الركعة الرابعة إلى الخامسة ثم تنبه أنه قد زاد خامسة قياما فيلزمه حينئذ الرجوع للتشهد فيجلس للتشهد من غير تكبير لأنه كبر للرفع من السجدة الثانية فحينئذ لا يكبر مرة أخرى وهكذا في سائر الصور المتعلقة بالزيادة ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهوي ويأتيه طيب قال المصنف ولو نوى القصر يعني لو أن مسافرا ونحو المسافر لأن القصر للمسافر والخائف فقط ولو أن مسافرا نوى قصر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين قال فأتم سهوا فنسي وصل أربع ركعات قال ففرضه الركعتان هي التي واجب عليه ومعنى ذلك أن ما زاد عن الركعتين تكون في حقه زيادة لأن فرضه قد سقط بالركعتين قال المصنف ويسجد للسهو عندنا في هذا الجملة عدد من المسائل المسألة الأولى في قول المصنف ويسجد للسهو الذي نص عليه جماعة من أصحاب الإمام أحمد أن من نوى القصر ثم أتم سهوا أن سجوده لسهو على سبيل الاستحباب ممن جزم أنه على سبيل الاستحباب منصور في الكشاف ووافق منصور في الكشاف ابن سلطان في المجموع وخالفهم في ذلك من المتأخرين مرعي فإن مرعي ذهب إلى أن السجود في هذا الموضع واجب واجب عليه والأقرب لقواعد المذهب الأول لأن سيأتينا إن شاء الله فيما يتعلق باختلاف النية فيما يتعلق بالركعات سيأتي قاعدتها وهي قاعدة مهمة أن كل ما أبيح فيه الزيادة فإنه لا يكون فيه السجود سيأتي إن شاء الله القاعدة في محله هذه المسألة الأولى المسألة الثانية أن المصنف هنا ذكر أن من أتم سهوا فمن المناسب هنا أن نذكر حكم الإتمام عمدا لو أن امرأا دخل في صلاة رباعية ينوي القصرة ثم في أثناء صلاته تعمد أن يصليها أربعا فهل هذا الفعل مشروع في حقه أم لا المتأخرون ذكروا قولين في المسألة صرح مرعي في الغاية أن نتعمد إتمام الصلاة المقصورة من المسافر مكروه قال لأنه دخل بنية القصر فيكره أن يتمها وذكر الشيخ عثمان بن قايد أن مقتضى كلامهم عدم الكرهة فيكون مباحا وأن تعمد إتمام الصلاة المقصورة مباحا وبناء على ذلك فحيث قلنا إن الإتمام مباح فيترتب على ذلك أنه لا يكون السجود السهو واجبا لأنه لا تبطل له الصلاة وكذلك المكروه في الحالتين يكون مستحبا لا واجبا المسألة الأخيرة أن المصنف حينما قال ففرضه الركعتان يدلنا ذلك على أن ما زاد عن الركعتين هي زيادة ويترتب على كونها زيادة أن المأمومة إذا دخل مع الإمام في الركعتين اللتين لم يكن نوا في أول صلاته فعلهما وإنما سهى فزادهما من باب إتمام الصلاة المقصورة إلى أربع فإنه لا يعتد المأموم بهاتين الركعتين لأنهما زيادة نص على ذلك جماعة ومنهم عثمان في حاشيته على المنتهى نعم وإن زاد ركعتا قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها ولا يتشهد إن كان تشهد ثم السجد وسلم نعم قول المصنف إن زاد ركعتا مراده هنا في صلاة الفريضة فقط دون النافلة لأن سيأتنا بعد قريل حكم زيادة ركعة في النافلة لأن لها حكم مستقلا إذن قوله زاد ركعة أي في الفريضة قال قطع أي قطع الزيادة متى ذكر ذكر أنه قد زاد فعلا من أفعال الصلاة وبنى على فعله قبلها أي السابق فتكون ملحقة بالصورة السابقة في قول المصنف ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير فحينئذ يبني على فعله قبل تلك الزيادة بغير تكبير كذلك قال المصنف ولا يتشهد إن كان تشهد صورة ذلك لو أن امرأ صلى أربع ركعات ثم جلس للتشهد فقرأ التشهد ثم قرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام للخامسة فتنبه بعد ذلك أن هذه خامسة وليست من الصلاة وإنما هي زائدة ذكر المصنف أنه يرجع ويجلس من غير تكبير ثم يسجد سجود السهوي ويسلم من غير تشهد لأنه كان قد تشهد التشهد الأول ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذن فقوله ولا يتشهد إن كان تشهد مرادهم التحيات مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونستفيد من ذلك أنه إن كان قد قرأ التحيات وحدها ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يلزمه أن يصلي لأنها تتمة لما وقف عنده ثم يسجد بعد ذلك سجود السهوي ثم يسلم إذاً قول مصنف ثم سجد أي سجد للسهوي حين ذاك لأن هذا هو سجود السهوي ثم يسلم السلام الواجب عليه وهو ركن ولا يعتد بها مسبوق ولا يصح يدخل معه فيها من علم أنها زائدة قول مصنف ولا يعتد بها الضمير بقوله بها أي بالركعة الزائدة التي زادها الإمام وقوله مسبوق أي لو أن مأموما مسبوقا دخل مع الإمام في تلك الركعة فإنه لا يعتد بها سواء كان دخوله معه فيها أو دخوله معه قبلها وهتان صورتان إذا فهمت الصورتين فهمت الجملتين المأموم قد يدخل قبل الركعة الزائدة وقد يدخل فيها فصورة أن يدخل قبل الركعة الزائدة تكون الصلاة رباعية ويدخل المأموم معه في الركعة الأخيرة فأدرك ركع الرابع معه ثم أدرك معه الركعة الزائدة فنقول لا يعتد بالزائدة فلا تكون في حق المأموم هي الثانية لأنها حينئذ ملغية ولا عبرة بها هذه الصورة الأولى فيما إذا دخل المأموم مع الإمام قبل الركعة الزائدة الصورة الثانية أن يدخل معه فيها بأن يدخل المأموم في الركعة الخامسة التي زادها الإمام فحينئذ نقول لها حالتان الحالة الأولى أن يكون لم يعلم أنها زائدة حينما دخل فنقول صحة صلاته فيدخل معه فإذا علم أنها ركعة زائدة لم يعتد بها وأتى بركعة بدلها أو يأتي بركعة أصلسة بدلها بأنما يأتي بركعة تكون متممة لصلاته والصورة الثانية أو الحالة الثانية أن يكون قد علم أن هذه خامسة فيقول فقهاؤنا إنه لا يجوز له أن يدخل مع الإمام في الركعة الخامسة وإنما ينتظر حتى يجلس الإمام في التشهد فيدخل معه فيها ذلك إذا علم انظر كلام مصنف يتضح الكلام لذكرته قبل قليل قوله ولا يعتد بها مسبوق أي إذا كان قد دخل معه قبلها فحينئذ لا يعتد بها فلا تحسب من الركعات ثم قال ولا يصح أن يدخل معه أي يدخل المسبوق معه فيها أي في الركعة الزائدة وهذا معنى قولنا لا يعتد بها المسبوق إذا دخل فيها لكن من علم أنها زائدة مفهوم هذه الجملة أن من دخل من المأمومين مع الإمام في الركعة الزائدة وهو لا يعلم أنها زائدة صحت صلاته فإن علم لم تحتسب وأما إذا دخل فيها المسبوق وهو عالم أنها زائدة فإنه لا يصح دخوله ولا تنعقد صلاته لأنه دخل في حال هي غير صحيحة وإن كان إماما أو منفردا فنبه ثقتان فأكثر ويلزمه تنبيه الإمام على ما يجب السجود لسهوه لازمه الرجوع سواء نبهوه لزيادة أو نقص يقول المصنف ومن كان إماما أو منفردا فنبهه ثقتان فأكثر لازمه الرجوع سواء نبهوه لزيادة أو نقص تركت الجملة الاعتراضية لأن الجملة الاعتراضية هي حكم مستقل سأريده بعد قليل قول المصنف وإن كان أي وإن كان الذي أتى بفعل من أفعال الصلاة زائدا وهو من جنس الصلاة كركعة أو ركوع أو سجود إماما أو منفردا يصلي وحده قال فنبهه ثقتان نبهه ثقتان وليس واحدا وإنما اثنان فأكثر قول المصنفون ثقتان المراد بالثقة قالوا هو مجتمع فيه قيدان العدالة والضبط نص على هذين القيدين ابن قندس وتابعه كل المتأخرين بعده ومنهم منصور في موضعين وعثمان وغيرهم قالوا إن الثقة في هذا الباب هو العادل العدل الضابط للصلاة طيب وعبر المصنف والفقه بالثقة فيشمل كل من صدق عليه هذا الوصف سواء كان ذكراً أنثى وستأتي هذه المسألة وسواء كان حراً أو قناً وأما ظاهر قوله ثقة فيشمل 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 التكليف وعدمه فيصح الثقة ولو كان مميزاً هذا ظاهر الجملة لكن جزم منصور أن الأظهر أنه لا يلزم الرجوع إلا للثقة المكلف أي البالغ وأما المميز غير البالغ فلا يلزم الرجوع له فيكون ذلك بمثابة الاستثناء من إطلاق قوله ثقة فلا بد أن يكون مكلفاً قال المصنف نبهه ثقتان فأكثر طبعاً تعبير المصنف أيضاً بالثقتين يشمل فيما لو كان الثقتان مأمومين خلفه أو كانوا ليسوا خلف مأمومين خلفه وإنما كانوا بجانبه ليسوا مصلين معه وهذا ظاهر إطلاقهم قال المصنف لزمه الرجوع أي لزم الإمام والمنفرد الرجوع لقول الثقتين سواء نبهوه لزيادة أو نقص لزيادة في الأفعال أو لنقص وهذا إشارة من المصنف لرواية في المذهب نقلها في الفروع أن بعض الأصحاب قال إن المصلي لا يرجع لتنبيه الثقتين إلا في الزيادة دون النقص والمجزوم به في المذهب أن الثقتين يرجع لقولهما في الزيادة في الأفعال والنقص من الأفعال كذلك إذن هذه هي المسألة الأصلية ساقها له المصنف المسألة الثانية وهي الجملة الاعتراضية في قوله ويلزمهم تنبيه الإمام على ما يجب السجود لسهوه قول مصنف ويلزمهم الضمير يعود للمأمومين وهذا بدليل أنه قال تنبيه الإمام فيلزمهم أي يلزم المأمومين فالخطاب موجه للمأمومين وهذه الجملة نستفيد منها أن وجوب تنبيه الساهي في صلاته إنما يجب على المأموم وأما غير المأموم من من يكون بجانبه فلا يجب عليه تنبيهه لخطأه هذا ظاهر كلام المصنف وهذا الظاهر الذي ذكرت لكم جزم به منصور فقال منصور ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجب على غير المأمومين تنبيه الإمام ثم قال ولعله غير مراد ولعله ليس مراد المصنف وإن كان هذا ظاهر كلامه ولذلك الذي عبر به في المنتهى وفي غيره من كتب المذهب أنه يلزمهم يعني يلزم الجميع تنبيهه سواء كان إماما أو كان منفردا وهذا يدلنا على ذلك ونص الإمام أحمد الذي سيأتي إن شاء الله في الطواف يدل على هذا المعنى طبعا هناك عبارتهم صرح بهذه قبل منصور ولم يكن قد وقف عليها منصور ابن النجار فإن ابن النجار في شرحه على المنتهى قال يلزمهم تنبيهه سواء كانوا مشاركين في العبادة أو غير مشاركين فمنصور لم يجزم لأنه لم يجد نقلا ولكن ابن النجار قبله قد صرح في شرح المنتهى وليس في المنتهى نفسه وَلَوْ ظَنَّ خَطَأَهُمَا مَا لَمْ يَتْيَقَّنْ صَوَابَ نَبْسِهِ أنه لا يرجع إلى قولهما لأنه عنده يقين بخطائهما الحالة الثانية أن يظن خطأهما ظنا وليس يقينا فحينئذ يلزمه الرجوع إلى قولهما الحالة الثالثة أن لا يكون له ظن مطلقا فهذا من باب أولى أنه يرجع إلى قولهما كذلك الحالة الرابعة أن يكون ظنه معهما أن يكون الظن عنده أنه قد زاد أو نقص فهذا من باب أولى كذلك أنه يرجع إذن هي أربع حالة فقول المصنف ولو ظن خطأهما أتى بالدرجة الثانية وهي الأعلى من صور التي يلزم الإمام أن يتابع الثقتين ويذهب إلى قولهما إذا كان قد ظن خطأ المأمومين وسكت عن الصورة الأخرين لأنها من باب أولى وتعبير المصنف بقوله ولو هذا إشهر لخلاف ذكره صاحب الفروع فقد ذكر صاحب الفروع أنه ظاهر كلام الأصحاب أنه يرجع إلى ثقتين ولو ظن خطأهما ثم قال وقد ذكر بعضهم أن هذا نص الإمام أحمد ثم قال ويتوجه تخريج واحتمال بعدم الرجوع مأخوذ من حكم القاضي بعدم شهادة الشاهدين إذا ارتاب فيهما فإذا ارتاب القاضي في شهادة الشاهدين فإن هناك وجها في المذهب أنه لا يأخذ بشهادتهما وكذلك أيضا ثقتان إذا نبهوا الإمام أو المنفلد فإنه لا يلزمه إذا ظن خلاف ذلك شرع المصنف الآن في الحالات التي لا يلزم للإمام والمنفلد يعني المصلي أن يرجع لتنبيه من نبهه وهذه الحالات التي أوردها المصنف معرفتها مهم جدا فقد ذكر ابن النجار في شرحه أن المصلي متى رجع في موضع يلزمه المضي فيه عالما بتحريم الرجوع وهي الصور التي ستأتي بطلت صلاته وأما إن رجع معتقدا جواز الرجوع فإنها لا تبطل صلاته إذن معرفة الصور التي ستأتي مهم جدا بناء على ما ذكرت لكم فيما ذكر ابن النجار في أن من رجع مع علمه واعتقاده أنه لا يجوز الرجوع في الصور القادمة فإن صلاته تبطل حينئذ ما لم يتيقن صواب نفسه فيعمل بيقينه نعم يقولك ما لم يتيقن بصواب نفسه مرمعنا قبل قليلنا الدرجات أربع أعلاها إذا كان متيقنا صواب نفسه فلو سبح به ثقتان أنه زاد ركعة وهو متيقن أنه لم يزد وأنهم هم الواهبون واهمون في ذلك فحينئذ يلزمه أن لا يرجع إلى قولهم وهذا معنى قوله ما لم يتيقن صواب نفسه يعني أنه هو الذي على الصواب وأن الثقتين مخطئان قال فيعمل بيقينه يعني إن تيقن صواب نفسه وخطأ الثقتين الذين سبح به فيجب عليه أن يعمل بيقينه وجوبا وحينئذ لا يرجع إلى قولهما ومن باب أولى لا يكون فيه سجود السهو هذه الحالة الأولى الحالة الثانية أو يختلف عليه المنبهون فيسقط قولهم الحالة الثانية قال إذا اختلف عليه المنبهون فلو أن اثنين قال بأنه قد زاد واثنان قال إنه قد وأنه لم يزد وهذا يتضح فيما لو كان المنبهون ليسوا مأمومين فبعضهم نبهه بهذه الطريقة وإن كانوا مأمومين فيمكن معرفتها بطرق مختلفة إما بنوع من علامات التنبيه التي يستدل بها على ذلك يقول المصنف إنهم إذا اختلف المنبهون فحينئذ يسقط قول الجميع ولا يكون فيه ترجيح لا بأكثر ولا بأوثق فماذا موثقات فلا ترجيح بينهم مثل ما قلنا أو مثل ما سنقول إن شاء الله في باب البينات إنه لا يكون هناك ترجيح بين البينات بالكثرة ولا بزيادة الثقة فكذلك هنا لا يكون هناك ترجيح هنا بس فيما يتعلق أن هؤلاء الذين اختلفوا إذا كانوا مأمومين خلفه فنقول من تيقن منهم أن الإمام أخطأ ولم يرجع الإمام إلى قوله فيجب عليه ألا يتابع الإمام في أفعاله التي يظن المأموم أنها زائدة واضح هذه المسألة لكن هنا نكتة دقيقة جدا وسيكون فيها استعجال لحكم سيأتي بعد قليل الأصل أن المأمومة إذا علم أن الإمام قد زاد صلاة ولم يرجع إليها فيجب عليه أن ينفتل عنه ويتشهد وحده ويسلم قبل الإمام إلا في هذه الحالة فقط لماذا هذه الحالة؟ قالوا لأن الإمام صلاته صحيحة لأنه لا يلزمه الرجوع إلى قول المنبهين لأنهم قد اختلفوا عليه فحيث اختلفوا عليه فإنه يذهب إلى يقينه هو من الزيادة أو إلى ظنه عندما رأى أن للإمام أن يعمل بظنه المسألة نبهت عليها قبل قليل سيأتي التأكيد عليها بعد قليل إن شاء الله نعم الحالة الثالثة التي لا يلزم الرجوع ولا يلزمه الرجوع إلى فعلهم من غير تنبيهم في ظاهر كلامهم نعم قولوا ولا يلزمه الرجوع إلى فعلهم من غير تنبيهم في ظاهر كلامهم طبعا التعبير المصنف في ظاهر كلامهم هذه أخذها من الفروع ما صورة هذه المسألة لو أن المأمومين نبهوه بفعلهم فقاموا ولم يقعدوا معه أو قعدوا ولم يقوموا معه أو نحو ذلك من صور الفعل يقول المصنف لا يلزم الرجوع إلى فعلهم هذا من غير تنبيهم منهم بالتسبيح أو التصفيق من النساء ونحو ذلك وهذا قول المصنف وهو ظاهر كلامهم أي ظاهر كلام الفقهة وهذه عبارة صاحب الفروع وقد قطع صاحب المنتهى ومنصور وغيرهم بهذا الظاهر فجزموا به أنه لا يلزم الرجوع للفعل لكن ما الذي يفعله الإمام نقول إن الإمام حينئذ يبني على اليقين عنده إن كان عنده يقين فحينئذ يبني عليه أو على ظنه لأن الإمام جزء له أن يبني على الظن كما سيأتينا في الدرس القادم وبناء على هذا المعنى الذي ذكرت لكم فقد ذكر مرعي أنه إن غالب على ظنه صدق المأمومين في فعلهم فإنه يكون قد عمل بظنه هو لا بتنبيههم بالفعل لنحن قلنا أنه لا يرجع إلى تنبيههم لكن يجوز للإمام دون المنفرد كما تعلمون وسيأتينا إن شاء الله أن يعمل بظنه لحديث من مسعود فالمذهب قصروه على الإمام دون المأموم فيكون فعلهم هنا مقول لظنه فعلى ذلك تكون الكلمة على إطلاقها أنه لا يعمل بفعلهم لكنهم إذا كان فعلهم يجعل عنده ظنا قويا غالبا أن الصواب بفعلهم فيعمل بظنه لا بفعلهم نعم الحالة الرابعة ولا إلى تنبيه فاسقين نعم لو كان الذي نبهه فاسقان فإنه في هذه الحالة لا يعتد بهما لأنه مر معنا أن الثقة هو العدل الضابط لأفعال الصلاة فإنه حينئذ لا يرجع إلى تنبيههما نعم ولا إذا نبهه واحد نعم الصورة الخامسة قال ولا إذا نبهه واحد فلا يرجع إلى تنبيهه وهذا يعني هو ظاهر السنة كما قال إمام أحمد فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قولهم لم يرجع إلى قول واحد ذي اليدين وإنما رجع إلى قول الجماعة نص أحمد على هذا الاستدلال من حيث ذي اليدين قال المصنف إلا أن يتيقن صوابه يعني إلا إذا تيقن صواب ذلك الواحد فإنه يعني يعمل بيقينه يزاد حالة ثانية إذا كان إماما وكان تنبيه ذلك الواحد يقوي ظنه فيعمل بغالب ظنه والفرق بين الحالتين أنه إن عمل بيقينه فيكون سجود السهو قبل السلام وإن عمل بغالب ظنه فإن سجود السهو يكون بعد السلام وستنفهم هذا إن شاء الله الدرس القادم فيما يتعلق بالبناء على غلبة الظن متى يكون في الصلاة بإذن الله والمرأة المنبهة كالرجل في ظاهر كلامهم نعم قول المصنف والمرأة المنبهة كالرجل يعني أن المرأة إذا نبهت غيرها رجلا أو امرأة فالحكم فيه ما سواء فحينئذ يكفي امرأتان كما يكفي الرجلان وحينئذ يلزم الرجوع لتنبيه امرأتين ولا يجوز مخالفته إلا أن يكون اليقين على خلافه والأمر الثالث أنه إذا نبهت امرأة واحدة فإنه لا يرجع إلى قولها إلا إذا تيقن صوابه سواء كان منفردا أو إماما أو غلب على ظنه صوابه إذا كان إماما فقط دون المنفرد وقول المصنف هنا طبعا أيضا ونزيد أيضا بكذلك أنه يلزم أن تكون المرأتان ثقتين كالرجلين تماما وقول المصنف هنا في ظاهر كلامهم أيضا هذه عبارة بمفلح نقلها المصنف بنصها وأخذوا هذا الظاهر من أنهم قالوا إن المرأة تسبح إذا ناب الإمام شيء في الصلاة فلو كان تسبيحها حفوا أن المرأة تصفق نعم أن المرأة تصفق فلو كان تصفيقها في صلاتها لا أثر له لما كان لتصفيقها معنى فحين إذن نقول نأخذ من تلك المسألة هنا أن المرأة كالرجل والذي ذكر المصنف أنه ظاهر كلامهم تبعا بمفلح جزم به المتأخرون كصاحب المنتهى والغاية وغيرهم نعم فإن لم يرجع إمام إلى قول الثقتين فإن كان عمدا وكان لجبران نقص لم تبطل وإلا بطل الصلاة هو صلاة المأموم قولا واحدا قاله ابن عقيد طيب قول المصنف فإن لم يرجع إمام هنا بدأ يتكلم المصنف عن صلاة الإمام إذا لم يرجع للثقتين وتعبير المصنف بالإمام ليس لأن المنفرد منخلف حكمه مختلف وإنما لأنه سيتكلم عن حكم صلاة المأمومين خلفه ولا شك أن المأموم إذا لم يرجع لقول الثقتين فإن صلاةه أيضا تكون باطلة كذلك كالإمام إذا كان متعمدا لذلك إذن فقول المصنف فإن لم يرجع إمام إلى قول الثقتين فإن كان عمدا أي فإن كان عدم رجوعه عمدا وهذا هو القيد الأول وكان لجبران نقص وكان لجبران نقص تعبير المصنف بجبران نقص مراده هو وغيره من جبران النقص أي الذي يقوم عن التشهد الأول ولا يجلس للتشهد الأول ولا يقرأ التشهد باب التبع أيضا فإنه حينئذ يقوم ليجبر النقص بسجود السهو بعد ذلك إذن هذا المراد بقوله وكان لجبران نقص قال المصنف لم تبطل أي لم تبطل صلاته وكذلك أيضا منفرد نفس الحكم فقط أريدك أن تعلم هنا مسألة واحدة أن هذه المسألة لها قيدان القيد الأول أنه يكون عدم الرجوع عمدا والقيد الثاني أن يكون لجبران النقص وعرفنا أن جبران النقص هو من يقوم عن الركعة الثانية للثالثة من غير التشهد الأول والجلوس له فإنه قد جاء في حديث المغيرة أنه إذا ستم قائما فإنه يكمل صلاته ولا يرجع طيب فقط هنا استدراك على كلام المصنف حينما قال وكان لجبران نقص المصنف أطلق والصواب أنه يقيد بما إذا استتم قائما بما إذا استتم قائما وسيأتي تفصيلها إن شاء الله في الفصلة ذي بعدها ثم قال المصنف وإلا قوله وإلا أي وإذا اختل واحد من إذا اختل الأمران السابقا بأن كان عمدا وكان لجبران بأن لم يكن للجبران وكان متعمدا لكن وإلا يعني بأن كان عمدا لغير جبران وإلا أي كان عمدا لغير جبران جبران النقص بطلت صلاته أي بطلت صلاة الإمام وصلاة المأموم معه وهنا أطلق المصنف يشمل جميع المأمومين سواء كان المأموم عالما بذلك أو غير عالم لا فرق بينهما قال المصنف قولا واحدا قاله ابن عقيد هنا عندنا مسألة في قول المصنف قولا واحدا قاله ابن عقيد الذي قال ابن عقيد أنه قول واحد وهذه من أقوى الصيغ في المذهب في الترجيح أن تكون المسألة على قول واحد في المذهب فكأنهم يقولون إن كل قول آخر في المذهب ضعيف فهو بمثابة الإلغاء لهذا للقول المقابل تماما هذا الأمر الأول أمر الثاني أن المصنف قصر كلام ابن عقيد على ما إذا كان عمدا لغير جبران النقص وأما إذا كان سهوا بأن اختل القيد الأول فقد فصل فيه تفصيلا سأذكره بعد قليل نعم وإن كان سهوا بطلت صلاة وصلاة من اتبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ووجبت مفارقته ويتم المفارق صلاته وظاهره هنا ولو قلنا لم تبطو صلاة مأمومي ببطلان صلاة إمامه طيب ذكرت قبل قليل أن المصنف له طريقة نبه على طريقة المصنف الشيخ عثمان فقد ذكر الشيخ عثمان أن طريقة صاحب الإقناع تختلف عن طريقة صاحب المنتهى فصاحب الإقناع جعل تفصيلا في المسألة وأنه إن تعمد الإمام عدم الرجوع لغير جبران النقص فإن صلاته تبطل وصلاة المأمومين تبطل وأما إن لم يتعمد وإنما كان سهوا منه عدم الرجوع لقول من نبهه فإنه في هذه الحالة تبطل صلاة الإمام فقط وأما المأمومون فيقول تبطل صلاة من كان عالم وأما من كان جاهل أو ناس فلا تبطل إذن هذا تفصيل صاحب الإقناع كما سيأتي بينما طريقة صاحب المنتهى أنه حمل قول ابن عقيل أنه يبطل على العمد والنسيان مطلقا فصاحب المنتهى يقول إنه في جميع الحالات إذا لم يرجع إلى قول الثقتين في غير جبر النقصان سواء كان عدم رجوعه عمدا أو كان عدم رجوعه سهوا فتبطل صلاة الإمام والمأموم معا إذن فقط أردت أن أبين أن التفصيل الذي سيريده المصنف هذا خلاف طريقة صاحب المنتهى والتنقيح كذلك وإنما أورده المصنف بهذه الطريقة ننظر لتفصيل المصنف ذكرت لكم أن الشيخ قبل قليل ذكر أن العمد تبطل صلاة الإمام والمأموم مطلقا لأن الإمام تعمد مخالفة الثقتين والمأموم كلهم تبطل صلاتهم سواء كانوا عالمين بسهو الإمام أو جاهلين بذلك قال وإن كان سهوا قوله وإن كان سهوا أي وإن كان عدم رجوع الإمام لقول الثقتين الذين نبهاه على الزيادة في الصلاة سهوا منه وليس عمدا قال بطلت صلاته أي الإمام وصلاة من اتبعه عالما أي من اتبعه من المأمومين عالما أنه قد زاد في الصلاة ما ليس منها لأنهم علموا أنه زيادة باطلة فتابعوه عليه قال المصنف لا جاهلا أو ناسيا هذا الذي فارق فيه صاحب الإقناع المنتهى قوله لا جاهلا أو ناسيا فقوله لا جاهلا أو ناسيا يدل على أن هذه مستثنى فلا تبطل صلاتهم طيب قوله جاهلا أو ناسيا المراد بالجاهل والنسيان يعني أورد بعض المتأخرين كما نقله ابن حميد المكي في حاشيته استشكالا فقال الظاهر من كلامهم أن الجاهل والناسي للزيادة وليس الجاهل والناسي للحكم هكذا قال ولكنه لم يجزم به قال فلتحرر فإنها تحتاج إلى تأمل أو نحو ما قال فجعل الجاهل والنسيان للزيادة وليس الجاهل والنسيان للحكم طيب ثم قال المصنف ووجبت مفارقته أن يجب على المأموم الذي قام الإمام لزائدة ولم يقبل الإمام تنبيه من نبهه من الثقات لتلك الزيادة بل استمر ساهيا والمأموم يعني علم أنه حينئذ هذه زائدة قال وجبت مفارقته فإذا وجبت مفارقته في هذه الحالة فيتشهد المأموم وهذا ذلك قال ويتم المفارق صلاته ولو كان الإمام في الخامسة لا ينتظر حتى يجلس للتشهد بل يجب مفارقته لأن الخامسة وما بعدها أصبحت باطلة وبطرت صلاة الإمام فينفصل حينئذ ويسلم المأموم بعد التشهد إذا أتم التشهد الأخير فيتشهد وحده التشهد الأخير وينفصل ثم قال المصنف وهذه مسألة دقيقة شوي قال وظاهره هنا أي وظاهر هذه المسألة الأخيرة أنه يجب على المأموم إذا بطلت صلاة الإمام بوجود ركعة زائدة ولم يرجع فيها لمن نبهه من الثقات قال وظاهره هنا أنه حينما قال يتم المفارق صلاته وحده ولو قلنا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه ما معنى هذه المسألة؟ طبعا هذه المسألة للفائدة هي قاعدة مشهورة المذهب مرته ستأثنى بتفصيل إن شاء الله في باب الإمامة قاعدة المذهب أن كل إمام بطلت صلاته تبطل صلاة المأمومين استثنى من هذه القاعدة صور ثلاث أو أربع من هذه الصور هذه الصور التي معنى بين أيدينا وهو أن الإمام إذا قام لخامسة ونبهه ثقتان فلم يرجع قولهما بطرت صلاته لكن المأموم الذي خلفه إذا لم يتابعه فإنها لا تبطل صلاته بل يجلس يتشهد فهذه صورة مستثنى والمؤلف في حواش التنقيح أورد هذا الإشكال فقال إن صاحب التنقيح ذكر القاعدة ثم ذكر هذه فتتناقضا فنقول هذه مستثنات من القاعدة وليست مناقضة للقاعدة إذن فقول المصنف وظاهره هنا ولو قلنا هذا هو المذهب هذا هو المذهب تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه فحينئذ تكون صورة مستثناتا من بطلان صلاة المأموم بحال بطلان صلاة إمامه وسأتي ننشر الصور الثنتين أو الثلاث الأخرى نعم ويرجع طائف إلى قول اثنين نصا نعم قوله ويرجع طائف هذا استطراد من المساء التي ذكرت في غير محلها وهذا اللي يسميها العلماء بخبايا الزوايا يجمعها بعضهم باسم الخادم ابن السبكي ألف كتابا سماها الخادم للعزيز جمع فيه المساء التي وردت في غير محلها وبعده الزركشي أو معاص أصريه الزركشي في خبايا الزوايا جمع أيضا المساء التي وردت في غير محلها هنا هذه مسألة متعلقة بالطواف الحج هنا أوردها قال إن الطائف الذي يطوف حول البيت يرجع إلى قول اثنين في عدد الأشواط قوله نصا هذه نص عليه الإمام أحمد في رواية أبي طالب فقد سأله لو اختلف رجلان فقال أحدهما طفن سبعا وقال الآخر طفن ستة فقال أحمد لو كانوا ثلاثة فقال اثنان طفن سبعا وقال الآخر طفن ستة قبل قولهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول القومي فهذا هو نص أحمد المسألة ولو نوى ركعتين نفلا نهارا فقام إلى ثالثة سهوا فالأفضل إتمامها أربعة ولا يسجد للسه نعم أنتهى المصنف من الحديث عن الزيادة في الفريضة وقد قلت لكم يجب أن نزيد في كلام مصنف أنها الزيادة في الفريضة لأنه سيرد بعدها الزيادة في النافلة هنا بدأت تكلم عن زيادة الركعة في النافلة قال لو نوى ركعتين نفلا نهارا أي في أثناء صلاة النهار التي تبدأ من بعد طلوع الشمس لأن ما قبل طلوع الشمس وقت نهي إلى طلوع إلى غياب الشمس لأن وقت النهي الآخر يكون بعد صلاة العصر فكل صلاة تكون قبل العصر فإنها ليست وقت نهي في حقه قال فنوى ركعتين ثم قام إلى الثالثة سهوا فالأفضل إتمامها أربعا لأن المذهب أنه يكره صلاة الليل أكثر من ثنتين ويجوز صلاة النهار أربعا وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعة ودعا لمن صلى قبل العصر أربعة وهذه الصيغة تحتمل أنه صلى أربعا بسلام واحد وهذا معنى قوله فالأفضل إتمامها أربعا أي أربع ركعات ولا يسجد للسهو والسبب في ذلك أن الزيادة عن ركعتين إلى أربع ركعات في صلاة النهار مباح وليس مكروها أو محرما هنا مسألة سأجيب عنها بعدما ننهي المسألة وهي قضية أو سنجيبها منها الآن عندنا مسألة متعلقة بالنية نحن نعلم أن نية الصلاة واجب فيها تعيين الفريضة واجب فيها أمور وأن من هذه الأمور تعيين عدد الركعات فتعيين عدد الركعات الأصل وجوب النية فيه بأن يعين كم عدد الركعات التي ينوي صلاتها لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى في النفل وفي صلاة المسافر أنه يجوز له أن يزيد عما افتتحها عما افتتح الصلاة بنيته ففي صلاة النفل إذا صلى ركعتين وفي أثناء الركعتين نوى أن يجعلها أربع بسلام واحد جاز كصلاة المسافر إذا افتتح الصلاة ينوي القصر ثم أراد أن يصليها أربعا جاز فتعيين عدد الركعات في هاتين الحالتين مستثنى قالوا لأنه إما أن يكون قد عاد إلى الأصل أو ذهب إلى أمر جاز لأنه صلاة المسافر الأصل أنها أربع ثم قصرت إلى ثنتين فرجع إلى الأصل ومثله أيضا نقول في صلاة النافلة يجوز أن يصليها ثنتين ويجوز أن يصليها أربعا فحينئذ تغيير النية في عدد الركعات لا يبطلها هذا من حيث البطلان فضل الشهر وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَيَسْجُدَ وَرُجُوعُهُ لَيْلًا أَفْضَل قوله له أن يرجع ويسجد في صلاة النهار فله أن يرجع ولا يكمل الركعة الثالثة ويدلس للتشهد من غير تكبير ثم بعد ذلك يسجد سجود السهوي إذا رجع وأما إذا لم يرجع وزاد أربعا فإنه لا يسجد للسهو لأنها زيادة مباحة ثم بدأ التكلم المصنف عن صلاة الليل قال وَرُجُوعُهُ لَيْلًا أَفْضَل وذلك أن طبعا قوله وَرُجُوعُهُ لَيْلًا أَفْضَل وَيْسْجُدُ يجب أن نكمل الجملة فإن لم يرجع بطلة هذه هي الجملة كاملة صلاة الليل سيأتي نتفصلها أكثر ومرة معنا قبل إشارة إليها أن صلاة الليل مثنى مثنى كما في الحديث وأخذ منه فقهاؤنا أن من صلى الليل أربع ركعات بسلام واحد يجوز لكن مع الكرهة بخلاف صلاة النهار فإنه يجوز بلا كرهة فهم يفرقون بين صلاة الليل وصلاة النهار فصلاة النهار تجوز بلا كرهة لكن الأولى أن يصليها ركعتين وصلاة الليل تجوز أربع ركعات مع الكرهة لماذا قالوا بالجواز؟ مراعاة للخلاف ولأنه جاء في حيث عائشة صلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن سيأتينا إن شاء الله تفصيلها في صلاة التطوع إذا عرفت ذلك فإنهم يقولون في صلاة النهار من وركعتين ثم سهى فقام إلى ثالثة الأفضل في حقه أن يكمل أربعا ولا يستجد سجود السهو لكن في صلاة الليل من نوى ثنتين ثم قام إلى الثالثة فهنا قال الأفضل أن يرجع وليس الأفضل أن يصلي أربعا لماذا قلنا الأفضل أن يرجع لأن الزيادة عن ركعتين مكروه الزيادة عن ركعتين مكروه فالأفضل له أن يرجع حينئذ فإن لم يرجع بطلة صلاته كما ذكر المصنف قال فإن لم يرجع بطلة وقول المصنف ويسجد أي ويسجد للسهوي وجوبا لأنه زاد عبادة عندي هنا مسألتان ثم ننتقل المسألة بعدها واللي بعدها سهل إن شاء الله قول المصنف في التفريق بين الليل والنهار محل ذلك أو محل هاتين الصورتين فيما إذا نوى افتتاح الصلاة ركعتين ثم سهى فزاد ثالثة فهل يزيد ركعتين أم لا هذا هو محل الصورة ويفرقون بين الليل والنهار وقد أشكل سبب تفريقهم بين الليل والنهار ولكن أورد في ذلك قاعدة جميلة الشيخ منصور شرحها جمع من المتأخرين بعدها مثل عثمان وغيرهم القاعدة في ذلك أن منصورا يقول أن من نوى عددا نفلا ثم زاد عليه فإن كانت الزيادة مباحة كصلاة النهار فلا أثر لهذه الزيادة وإن كانت الزيادة غير مباحة إما محرمة أو مكروهة فإن تلك الزيادة تكون مبطلة الزيادة المكروهة مثل صلاة الليل والزيادة المحرمة مثل من يصلي الظهر أربعا ثم زاد خامسة أو يصلي النافلة أربعا فزاد خامسة فلا يوجد يشرع خمس ركعات بتسليم واحد إلا في الوتر فيقول فإنه يكون حينئذ الزيادة السهو مبطلة للصلاة وهذا الضابط يعني جيد أو جميل جدا وقد ذكره منصور واعتمده وشرحه عثمان بعده وأيده عليه إذن فالعبرة بنوع الصلاة الزيادة على المنوي فإن كان مباحا لم يبطل فيدخل ذلك فيه أمران صلاة النهار ويدخل فيه قصر الصلاة فإن الزيادة تعريه إلى أربع جائز فقد فعلته عائشة وفعله عثمان رضي الله عنهم نعم هذا هو القاعدة في هذه المسألة المسألة الأخيرة أن المصنف قال إن من صلى الليلة ثم قام إلى ثالثة ولم يرجع بطلت بطلت صلاته عرفنا المعنى في ذلك لأن الرجوع مكروه وقد ذكر منصور أن من لم يرجع وأن من نوى عدد ركعات وكان في الصلاة مما لا يباح الزيادة عليها وهي صلاة الليل مثلا فيكره فإنها تبطل بزيادة سهوا هذه هي القاعدة وذكر مرعي فقط باب إشارة خلاف المتأخرين ذكر مرعي أنه يتجه أن الأصحة هكذا يتجه أن الأصحة من باب الجزم لا تبطل بعدم رجوعه خلافا لهم يعني صاحب الإقناع والمنتهى وعلى ذلك فقد مال مرعي إلى أن صلاة الليل كصلاة النهر لا يبطل برجوعه وعفوا لا يبطل بعدم رجوعه بل لو صلاها أربعا صحت بل لو صلاها أربعا صحت لكن الأفضل في حقه أن يرجع فيكون الفرق بين صلاة الليل والنهار عند مرعي في الأفضلية هل أفضل أن يتم أربعا أم يصلي ثنتين بينما عند صاحب الإقناع والمنتهى الفرق بين صلاة الليل والنهار من جهتين الأفضلية ففي النهار الأفضل أن يتمها أربعا وفي الليل يتمها ثنتين والفرق الثاني أن صلاة النهار إن زادها صحت صلاته وصلاة الليل إن زاد الرابعة بطلت صلاته إذن باب التأكيد على هذه المسألة فقط يعني أيضا ذكرته الآن مسألة أو مسألتين تعبير المصنف في قوله ورجوعه ليلا أفضل قد يسأل واحد يقول هنا عبر المصنف بأنها أفضل مع أنه قال إن لم يرجع بطلت لماذا لم يقول يجب الرجوع نقول لأن عدم الرجوع مبطل لنافلة ولا نقول إنه يجب عليك إتمام النافلة فإذلك عبر بالأفضل لأن ترك الأفضل يؤدي للبطلان وليس محرما إبطال النافلة هذا المسألة يعني المناسب ذكرها المسألة الثانية عندما نتكلم عن صلاة الليل وخلاف مرعي نحن نتكلم عن صلاة الليل المطلق وهناك نوع من صلاة الليل إنما ورد النص أنه يصلى ركعتين لا يزاد عن ركعتين وذلك مثل السنن الرواتب فإنها ركعتين فمن قام إلى ثالثة في السنن الرواتب نهارا أو ليلا فلا شك أن زيادته الثالثة مبطلة للصلاة فيجب عليه الرجوع يعني مبطلة للصلاة إن كان عامدا فإذا تذكر وجب عليه الرجوع في السنن الرواتب ومن صلاة الليل التي قدرت من صلاة الليل التي نص العلماء على أنها تصلى ركعتين ويكون فيها سلام ولا تصلى أربع ركعات صلاة الترويح فقد نص الفقه وسيأتينا إن شاء الله مع الدليل أن صلاة الترويح تصلى ركعتين ركعتين ستفيد من ذلك عدد من الأمور الأمر الأول ما يفعله بعض الأئمة حينما يصلي أربع ركعات في صلاة الترويح بتسليم واحد أنه خطأ لأن هذا ليس وطرا وليس هذا قياما مطلقا وإنما هذه الترويح تصلى ركعتين بسلام الأمر الثاني أن من صلى صلاة الترويح فقام للثالثة وقال أريد أن أتمها أربعا لأني أرى وأرجح قول مرعي أنه يصح أن يتمها أربعا فلا فرق بين الليل والنهار في ذلك فنقول هذا في غير الترويح لأن الترويح تصلى ركعتين ولا تصلى أربعا فقط أرث التنبيه لهذا يعني طرى على بالي فأردته إشارة إليه وعمل متوالي مستكفر في العادة من غير جنس الصلاة كمشي وفتح باب ونحوه يبطيها عمده وسهوه وجهله إن لم تكن ضرورة بدأ المصنف يتكلم عن العمل والأفعال في الصلاة من غير جنسها مر معنا الأفعال في جنس الصلاة وفرق المصنف بين الفريضة والنافلة هنا بدأ يتكلم عن الأعمال التي ليست من جنس الصلاة وقاعدتها باختصار أن كل عمل ليس من جنس الصلاة فإنه يبطل الصلاة إذا كان كثيرا عادة وكان متواليا فإنه حينئذ يبطل الصلاة قول مصنف عمل متوالي مستكثر مستكثر يعني هو كثير استكثره الناس في العادة قوله متوالي لماذا أتى المصنف بالمتوالي لأن العمل القليل إذا توالى صار كثيرا ولكن العمل القليل إذا لم يكن متواليا ولو كان مجموعه كثير فليس بمبطل الصلاة فلا نحكم بأن الفعل يكون كثيرا إلا إذا كان متواليا وأما إذا كان متفرقا فلا يجمع وعمل متوالي مستكثر في العادة يعني يرجع فيه إلى ضابط العادة من غير جنس الصلاة فإنه يكون مبطلا للصلاة مثل له قال كمشي وفتح باب ونحوه وفتح الباب متى يكون كثيرا أو قليلا إن كان مثل فتح النبي صلى الله عليه وسلم للباب فليس بمبطل وإن كان أكثر منه فإنه كذلك قال يبطلها عمده أي عمد هذا الحركة وسهوه كذلك وجهله أي وجهل الحكم وجهل الحال إن لم تكن ضرورة واستثنية الضرورة لماذا؟ لأن النص جاء في جواز صلاة الخائف والهارب من السيل وغيره فحين إذن هذه ضرورة فهي أعلى من الحاجة طيب قد يقال لماذا السهو والجهل هنا لم يعذر به لأن القاعدة عندهم أن كل ما كان من باب الأحكام الوضعية بأن كان من المبطلات فالأصل أن وأعبر بالأصل لأن هناك استثناء سيأتي هنا وفي غيرها من الأبواب الأصل أن كل ما كان من المبطلات فلا فرق بين عمده وبين سهوه وبين العلم به والجهل فلا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان في المبطلات لأنها أحكام وضعية قال وتقدم أي وتقدم التفصيل في ذلك كما سبق ولا يبطل يسير ولا يشرع له سجود نعم قال ولا يبطل الصلاة يسير أي العمل اليسير العمل اليسير سواء كان متواليا أو العمل الكثير المتفرق إذا حكم على كل واحد على سبيل الانفصال بأنه يسير فإنه لا يبطل الصلاة قال ولا يشرع له سجود أي ولا يشرع السجود للعمل اليسير هذه ذكرت لكم في بداية الدرس الصورة التاسعة التي نص المصنف على أن أنها لا يشرع لها سجود السهو وهو العمل اليسير طبعا سواء كان العمل اليسير عمله عمدا أو جهلا أو نسيانا أو نحو ذلك ولا بأس به لحاجة ويكره لغيرها نعم ولا بأس به أي بالعمل اليسير من غير جنس الصلاة لحاجة كما فتح النبي صلى الله عليه وسلم بابا لعائشته وحمل أمامته ونحو ذلك قال ويكره لغيرها أي ويكره لغير الحاجة والحاجة أخف من الضرورة وإن أكل أو شريب عمدا فإن كان في فرض بطلة قل أو كثور نعم النوع الثاني من الأعمال التي تكون من غير جنس الصلاة هو الأكل والشرب والأكل والشرب ليس داخلا في الحركة بل هو مبطل للصلاة منفصل وسيأتي مثال نفرق فيه بين الأكل والشرب وبين العمل الكثير قال المصنف وإن أكل أو شرب الأكل لما له جرم والشرب لدماء والسوائل وغيرها عمدا أي متعمدا فإن كان في فرض أي في صلاة فريضة يشمل ذلك الصلوات الخمس ويدخل فيه أيضا الكفاء في ظاهر كلامهم ويشمل أيضا النذر في ظاهر كلامهم قال بطلت صلاته قل الأكل أو الشرب أو كثر الأكل والشرب فلو أكل شيئا قليلا أو كثيرا الحكم فيه ما سوا نعم وفي نفل يبطل كثيره عرفا فقط وإن كان سهوا أو جهلا لم يبطل يسيره فرضا كان أو نفلا طيب هذه المسألة من المسألة التي اختلف فيها صاحب الإقناع والمنتهى نبدأ بصاحب الإقناع ثم سأذكر قول صاحب المنتهى هنا يقول مصنف إن صلاة النفل إذا كان قد أكل كثيرا أو شرب كثيرا فإنه حينئذ تبطل صلاته وإن كان أي الأكل والشرب سهوا أو جهلا لم يبطل باليسير فقط فرضا كان أو نفلا طبعا هذه مسألة أخرى طيب قول المصنف وفي نفل يبطل كثيره أي مفهوم هذه الجملة يدلنا على أن اليسير لا يبطل يسير الأكل ويسير الشرب لأنه قال يبطل كثيره والضمير هنا يعود للأكل والشرب فدل ذلك على أن اليسير يجوز في النافلة استدلالهم أقوال الصحابة فقد كان عبد الله بن الزبير يصلي الليل ويشرب في التراويح والشخص في قيام الليل يحتاج إلى الشرب لأجل قراءة إذا أطال القراءة فأخذ المصنف أنه يجوز الشرب ويجوز الأكل إذا كان يسيرا ليس كثيرا طيب هذا ما في الإقناع الذي في المنتهى خلاف ذلك فالذي في المنتهى وذهب له المصنف أيضا في الزاد ومشى عليه في التنقيح وجزم به بعدهم منصور في عمدة الطالب التفريق وأيضا بعد صاحب العمدة ابن السلطان في المجموع كلهم جزموا بالتفريق بين الأكل والشرب فيقولون إن الذي يعفى عنه في النافلة إنما هو أسير الشرب فقط دون يسير الأكل فإن يسير الأكل لا يعفى عنه كالفريضة وقالوا إن الأثر إنما جاء في الشرب فيكون متعلقا به فقط أرد فقط أن نبه للفرق بين الكتابين في هذه المسألة ثم قال المصنف وإن كان أي الأكل والشرب سهوا أو جهلا يعني من غير عمد هذه عكس المسألة السابقة عموما كلها لم يبطل يسيره فرضا كان أو نفلا فإنه لا يبطل البليسير وأما إن كان كثيرا فمفهوم هذا الكلام أنه يكون مبطلا كما سيأتي طيب عند قول المصنف لم يبطل يسيره فرضا أو نفلا نفلا نصوص عليها قبل لا شك لكن قوله فرضا عندنا قاعدة ذكر يعني سيأتي ذكرها ومر ذكرها إشارة أن كل عمل يبطل يبطل الصلاة عمده ونسيانه لا يكون مبطلا للصلاة فإنه في هذه الحالة يجب له سجود السهو إذا نظرنا لهذه الصورة وهو من أكل أو شرب ساهيا أو جاهلا شيئا يسيرا في صلاة الفريضة فإن العمد للأكل والشرب اليسير مبطل والسهو ذكر أنه لا يبطل فحينئذ نقول يجب له سجود السهو بناء على القاعدة وهذه أو تطبيق هذه القاعدة ممن نص عليها صراحة أنه يجب سجود السهو لمن أكل شيئا أو شرب شيئا يسيرا في الفرض الموفق في الكافي فنص على وجوب ذلك وجزم به بعده منصور نعم ولا بأس ولا بأس ببلع ما بقي فيه أو بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضم مما يجري به ريقه وهو اليسير وما لا يجري به ريقه بل يجري بنفسه وهو ما له جرم تبطل به أو جرم أصح وهو ما له جرم تبطل به بدأ المصنف يتكلم عن مسألة أيضا فيها إشكال خالفة فيها هو صاحب التنقيح والمنتهى وافق صاحب التنقيح وهو قضية ما يكون في الفم من بقايا بين الأسنان أو تحت اللسان أو في تجويف الفم عموما المصنف هنا ذكر أن ما في الفم وبين الأسنان له حالة الحالة الأولى ما يجري به الريق وحده فينزل وحده فإن هذا لا تبطل به الصلاة الحالة الثانية ما يكون له جرم ولا يجري به الريق فذكر المصنف أنه تبطل به الصلاة لأن بلعه لا بد يكون فيه من تعمد فحينئذ تبطل به الصلاة هذا الذي مشى عليه المصنف التفريق بين الحالتين بينما الذي في التنقيح ووافقه تلميذه العسكري ووافقه تلميذه الشويكي ووافقهم جميعا صاحب المنتهى وكثير من المتأخرين أنهم يقولون إن المصلي يمنع من بلع ما بين أسنانه بلا مضغ ولو لم يجري به ريق ففي جميع الأحوال لا يبلع شيئا وقول المصنف إنما جاء به عن نظر في هذه المسألة فقد أطال المصنف في حاشيته على التنقيح في بيان الاستدراك على عبارة صاحب التنقيح وتأييد ما ذهب إليه وأنا عندما قلت إنه أتى بقوله عن نظر لأن أحيانا قد تكون الاختلاف بسبب خطأ في العبارة وعدم حسن تعبير أو وهم ونحو ذلك لكن هنا قصد هذا المصنف بدليل تعديقه على صاحب التنقيح وهو التفريق بين الحالتين ما له جرم وما ليس له جرم نعم أو بلع ما ذابب فيه من سكر ونحوه كأكل نعم يقول المصنف إن المرأة إذا جعل فيه شيئا يذوب كالسكر والحلاو أو الأدوية بعض الأدوية تكون مصا لبعض أمراض القلب وغيرها فإنها إذا كانت بفيه وأصبحت تذوب قال المصنف حكمها كحكم الأكل حينئذ تأخذ حكم الأكل وبذلك نعرف حكم تناول العلك فنقول إن العلك له صورتان الحالة الأولى أن يكون أجزاؤه تتحلل مثل العلك في أول أكله أو بعض أنواع العلوك التي تتحلل فإنه في هذه الحال يكون مفسدا للصلاة لأنه يذوب في فيه كما نص المصنف وبلع ما ذاب فيه من سكر ونحوه كأكل يأخذ حكمه لأنه يذوب شيء للأكل فيفرق بين اليسير وعدمه في التقسيم السابق وإن كان العلك لا يذوب منه شيء فقد ذكر العلماء أن من لاك علكا فإن حكمه في هذه الحالة حكم العمل في الصلاة فإن كان العمل كثيرا أو العلك واللوك للعلك كثيرا متواليا فإنه يكون مبتلا للصلاة وأما إن لم يكن كذلك فليس بمبتلا فمجرد وضع العلك في الفم لا يكون مبتلا لأنه لا يذوب وليس فيه لو كن لذلك العلك إلا أن يكون الحركة كثيرة نص على ذلك البهوت في شرحه على المنتهى وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه غير سلام ولو عمدا كالقراءة في السجود والقعود والتشاهد في القيام وقراءة السورة في الأخيرتين ونحوه لم تبطل نعم بدأ المصنف طبعا أو أنهى المصنف الحديث عن زيادة الأفعال وذكر أن زيادة الأفعال قسمان زيادة أفعال من جنس الصلاة وزيادة أفعال ليست من جنس الصلاة بدأ الآن يتكلم عن زيادة الأقوال فقال المصنف أو بدأ المصنف بذكر زيادة الأقوال التي من جنس الصلاة فقال وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه القول المشروع مثل قراءة القرآن ونحوهما سيذكر أمثلته بعد قريب قال ولو عمدا الجملة المعتراضية غير السلام ستأثي بعد قريب ولو عمدا لم تبطل صلاته لأن الصلاة إنما شرعت لذكر الله عز وجل وهذا من ذكر الله عز وجل مثل المصنف ذلك قال كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام بأن يقرأ التشهد حال قيامه قال وقراءة السورة في الأخيرتين أي في الركعتين الأخيرتين قال لم تبطل أي لم تبطل صلاته قال المصنف ويشرع السجود لسهوه لكونه أتى بذكر مشروع في غير محله قول المصنف هنا ويشرع كلمة يشرع تارة يقصد بها يسن ومنها هذه الموضع وتارة يقصد يطلقون يشرع ويقصدون به إما يجب أو يستحب مثل أول باب سجود السهو يقولون ويشرع سجود السهو للزيادة والنقص والشك فهنا قولهم يشرع هناك بمعنى يجب أو يسن وتارة يطلق يشرع بمعنى أنه يباح أو يسن أو يوجب وإذلك كلمة يشرع ليس لها دلالة واحدة وإنما تختلف بحسب السياق وهنا يشرع المراد بها يسن كما قال مرعي أنه مستحب على الأصح ونصه جميعا على ومنهم منصور في الشرع على أن يشرع هنا بمعنى يسن طيب نرجع لكلام مصنف أو قبل أن نعرف أن كلام مصنف هو أن من أتى بذكر مشروع في غير محله فإنه يسن له سجود السهو وهذه من المواضع القليلة التي يسن لها سجود السهو هذه وإلا فأغلب المواضع فإنه يجب سجود السهو التي تقدمت معنا قول مصنف فيما سبق غير سلام مراده بقوله غير سلام أي أن من سلم في أثناء صلاته فإن صلاته تبطل إذ السلام قول السلام عليكم الذي هو نية الخروج من الصلاة فمن نوى الخروج بالصلاة وتلفظ بالسلام فإن ذلك يكون مبطلا لصلاته ما لم يكو ناسيا أنه قد فاته شيء من صلاته فيرجع فيتمه كما سيأتي نتفصيله إذن فغير السلام السلام وحده هو المبطل وأما غير السلام فليس بمبطل هذه المسألة الأولى المسألة الثانية في قول مصنف وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه لم تبط صلاته واستحب له سجود السهو قوله قول مشروع أخذ منه بعض الفقهة ومنه منصور أنه إذا أتى بقول لا يبطل الصلاة من جنس الصلاة لكنه ليس مشروعا في الصلاة مثل أن يقول آمين رب العالمين أو يقول الله أكبر كبيرا فيقول إن هذا مكروه كما مر معنا ومثله إذا أعطس فحمد الله عز وجل مكروه مرت معنا أيضا هذه فهذا ذكر يعني ليس مشروعا في هذا المحل في الصلاة ولكنه ذكر لله عز وجل ليس من غير جنس الصلاة فذكر منصور أن من أتى بهذه فإنه مكروه لكن لا يشرع له سجود السهو فيما يفهم من كلامهم وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها نعم هذه متعلقة بقوله غير سلام رجع لها المصنف فقال إن سلم هذا باب التوضيح لمعنى قوله غير سلام أنه إن سلم قبل إتمام صلاته عمدا أبطلها أي أبطل الصلاة وأما النقص فسيأتي إن شاء الله في محله بإذن الله وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا عرفا أتمها وسجد نعم هذا الحكم من سلم سهوا فإنه إن كان سهوا لم تبطل صلاته لكن ذكرها قريبا عرفا أي ذكر أنه قد سلم ولم يطل الفصل فإنه يتمها أي يتم الصلاة ويسجد سجود السهو وجوبا وعدم بطلانها ووجوب سجود السهو هذا بإجماع لحديث أبي هريرة حديث ذليدين حينما سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتين نعم ولو خرج من المسجد نعم قوله ولو خرج من المسجد أي ولو طال طال الصلاة حتى خرج من المسجد لظاهر حديث ذليدين فإن السرعان من الناس خرجوا من المسجد ولم يؤمروا بإعادة الصلاة وإنما رجعوا فيما يظهر فأتموا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مرعي هنا زيادة قال ويحتمل أيضا ولو يعني هذا الاحتمال مأخذ من هذه الجملة حتى وإن انحرف عن القبلة لأي جهة من جهات المسجد سواء كان إماما أو مأموما وهذا الاتجاه الذي قال به مرعي جزم به منصور بعدها فإن لم يذكر حتى قام فعليها أن يجلس لينهض إلى الإتيان بما بقي عن جلوس معني يقول فإن لم يذكر حتى قام من مصلى قوله حتى قامش منصورتين حتى قام من مصلى فانتقل إلى مكان آخر أو حتى انثتل بوجهه وانحرف عن القبلة ففي الحالتين قال فعليه أن يجلس طبعا كل هذا الكلام ما لم يطل الفصل قال فعليه أن يجلس يعني يجلس متجها للقبلة لينهض إلى الإتيان بما بقي عن جلوس معنية هذا من باب التعليل وبذلك ننتبه لخطأ يقع فيه بعض الأئمة حينما ينفتل عن نقص ركعة فأكثر فينبهه المأمومون وقد انفتل إليهم فينهض وهو متوجه إليهم هنا الفقه يقولون يجب أن يجلس جلسته في الصلاة متوجها إلى القبلة ثم يقوم من جلسته ناهضا إلى القيام فيقوم بهذه الصورة وأما أن ينهض وهو غير متجه القبلة يقولون هذا خطأ هذا خطأ فعليه أن يجلس نعم لينهض إلى الإتيان بما بقي عن جلوس طبعا هنا ينهض يلزمه التكبير لأنه لم يكبر له وينهض عن جلوس لأن الرفع من الجلوس واجب عليه مع النية لأجل الإتيان بهذا الواجب نعم وإن لم يذكر حتى شرع في صلاة غيرها قطعها نعم وإن لم يذكر مع قربي الفصل عرفا حتى شرع في صلاة بعدها مثل نافلة قطعها أي يقطع الصلاة الثانية ويرجع لجالسا ثم يأتي بما فاته من ركعة فأكثر وهذا على سبيل تصحيح صلاته فإن لم يقطع صلاته بطلت صلاته الأولى ولا شك لعدم لوجود الفصل الطويل فقط أريد أن نبين هنا المصنف هنا قال إنه إذا شرع في صلاة ثانية محل ذلك فيما إذا ذكرها قريبا عرفا وأما إذا كان الفصل طويلا فلا شك أنه لا يصح هنا نبه مرعي نكتة لطيفة قال إنه يتجه أن الصلاة الثانية إن أقام لها فإنه تبطل صلاته الأولى لأنه تكلم بكلام ليس لمصلحة الصلاة وكذلك إذا نوى فقال نويت أن أصلي كذا بلفظه فتلفظ بالنية فإنها تبطل صلاته الأولى لوجود الكلام وإن كان سلامه ظنا أن صلاته قد انقضت فكذلك نعم يقول وإن كان سلامه ليس لسهو وإنما ظنا منه أي غلبة ظن أن صلاته قد انقضت فيأخذ نفس الحكم يلزمه أن يرجع جالسا ويأتي بما فاته ثم بعد ذلك يكمل صلاته ويسجد سجود السهو جوبا وسيأتي إن شاء الله الشك بعد انقضاء الصلاة أنه لا عبرة به لا إن سلم من رباعية يظنها جمعة أو فجرا أو التراويح وتقدم في النية يقول لكن إن سلم من رباعية وهو في أثناء صلاة من رباعية بعد سلم من ركعتين يظن أنه يصلي الجمعة أو ظن أنه يصلي الفجر أو صلى العشاء ثم سلم يظن أنه في التراويح ففي هذه الحالة نقول صلاته بطلت لماذا استثنيت؟ قالوا لأن من شرط صحة الصلاة استصحاب حكم نية وهنا هذا المصلي لم يستصحب الحكم بل قلب نيته في أثناء صلاته من كونها ظهر إلى كونها جمعة أو من كونها ظهر إلى فجر أو كونها عشاء إلى تراويح وقد مر معنا أن استصحاب النية نوعان استصحاب ذكر مستحب واستصحاب حكم واجب وأن استصحاب الحكم إنما يختل بأحد أمرين إما بنية القطع أو بنية القلب نية قطع النية أو بنية قلب النية هذه صورة قلب النية فيقول هذا من صور قلب النية فإن طال الفصل أو أحدث أو تكلم لغير مصلحتها كقوله يا غلام اسقني ونحوه بطلت نعم فإن طال الفصل حتى تذكر طبعا والطول عرفا أو أحدث معنى أحدث يعني حدثا موجبا للوضوء أو للغسل قال أو تكلم يعني تكلم بكلام مبطل للصلاة ليس كلاما من الذكر الذي لا يبطل الصلاة وهذا القيد مهم ذكره بعضهم متأخرين وهو في محلة قوله لغير مصلحتها أي لغير مصلحة الصلاة مثل قوله يا غلام اسقني استثنى من ذلك المصلحة وسيأتي بعد قليل ما معنى المصلحة؟ قال ونحوه أي من الكلام بطلت صلاته لأن هذا لو كان في أثناء الصلاة أبطلها وهو الكلام أو الحدث فمن باب أولى إذا كان يعني في هذه الصورة التي نسي جزءا منها وأما طول الفصل فضابط المذهب أن العبرة بالعرف وقد ذكر الموفق في الشرح كلاما لطيفا أنه ينظر في تقديره عرفا بحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما كان مقاربا لحاله صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين مثلا وفي نحو من الأحاديث التي انقطعت فإنه لا يؤمر بالتجديد وكلام الموفق جيد لأن المقدرات وذكرت هذه القاعدة أكثر مرة في المذهب نص عليها بن البنة وذكر الموفق وغيرهم يقدر أولا بالشرع إن وجد فإلا ما يوجد في الشرع نظرنا في اللغة فإلا ما يوجد اللغة نظرنا إلى العرف فالعرف هو أضعفها فحيث وجد المقدر من الشرع فيرجع إليه وإن تكلم يسيرا لمصلحتها لم تبطل نعم بدأ يتكلم مصنف عن الكلام المبطل للصلاة وهذا الكلام المبطل للصلاة يشمل أمرين من تكلم بعد السلام قبل إتمامها ويشمل من تكلم في أثنائها والقاعدة أن الكلام الذي يبطل الصلاة مطلقا هو من تضم فيه حرفان لأنه لا يوجد فعل ولا اسم ولا حرف إلا من حرفين وهذه القاعدة ذكرها أعمة أصحاب أحمد لكن ذكر عثمان أنه يفهم من كلامهم أنه إذا كان هناك حرف واحد يفهم منه معنى فإنه في هذه الحالة يبطل الصلاة وأما الحرفان إذا ظهر فسواء كان يفهم منه معنى أو لا يفهم منه معنى فإنه لا تبطل به الصلاة والحرف الذي يظهر منه المعنى مثل في ومثل عي ومثل قي ونحوها أو ري كذلك وهي وإن كان الحرف مجزوما فإنه قد يكتفى بذكر أحد الحروف هكذا ذكر والأصل أنه حرفان نعم يقول مصنف وإن تكلم يسيرا لمصلحتها لم تبطل يعني إن تكلم يسيرا لمصلحة الصلاة بعد تسليمه منها بعد تسليمه منها فهذه الصورة فقط لحديث ذي اليدين حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم أصحابه معه ثم قال والمنقح بلا أي وقال المنقح بلا تبطل وإن كان الكلام لمصلحة الصلاة فيكون حديث ذي اليدين خاص بالنبي وبأصحاب رضوان الله عليهم وقول المنقح هذا هو الذي جزم به صاحب الغاية والمنتهى وغيرهم قال ككلامه في صلبها قوله ككلامه في صلبها الكاف كاف التشبيه أي أن الكلام في صلب الصلاة سواء كان لمصلحتها أو لغير مصلحتها مبطل مطلقا وهذا يدلنا على ما ذكرت لكم قبل قليل حينما تكلمنا عن أن الكلام في الصلاة يشمل الصورتين فالمصنف فرق بين الكلام في صلب الصلاة وبين الكلام بعد السلام منها ساهيا وقد نقص بعض أفعالها ففرق بين الصورتين نعم طبعا العبارة ما أقوله لمصلحتها مثل مثل تنبيه الإمام نقصت كركعة أصدق ذو اليدين وهكذا نعم لا إن تكلم مغلوبا على الكلام مثل إن سلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لساني حال غراءته كلمة لا من القرآن أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب فبان حرفان طيب يقول ولو مكرها أي ولو كان مكرها على الكلام لأن له إرادة فتبطل صلاته لو أكره على الكلام في صلبها فإنها تبطل قال لا إن تكلم مغلوبا على الكلام يعني أن الشخص في أثناء صلاته لو غلب على الكلام من غير إرادة كاملة منه فإنها لا تبطل فإن صلاته لا تبطل المكره له إرادة لأن المكره هناك له إرادة وله اختيار فاختياره موجود ولكنه فقد بعض الإرادة فقد بعض الإرادة لكن الاختيار له موجود لذلك بطلت بخلاف المغلوب فلا إرادة ولا اختيار له ومثل المغلوب قال مثل إن سلم سهوا قال السلام عليكم سهوا فلا تبطل صلاته أو نام فتكلم المراد بالنوم هنا النوم الذي لا يبطل الوضوء كأن ينام قائما أو جالسا من غير اتكاء فيتكلم قال أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة أي كلمة من كلام الآدميين فأخطأ فأتى بها فلا تبطل صلاته قال لا من القرآن إذ لو كانت من القرآن فإنها لا تبطل لأنها ذكر من الصلاة قال أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب فبان حرفان هذه الأمور إذا غلبته من غير إرادة منها فبان حرفان وهو أقل الكلام لا تبطل صلاته لأنه مغلوب ثم قال المصنف وإن قهقها يعني لأن القهقها تكون بإرادة كاملة بطلت أي صلاته ولو لم يبن حرفان لأن مجرد القهقها حيئتها تخالف الصلاة فتكون مبطلة للصلاة قال لا إن تبسم لأن التبسم لا يوجد فيه حركة كثيرة ولا يوجد فيه كلام مبطل وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان فككلام نعم هذه المسألة خاصة بالنفخ والانتحاب النفخ بأن يقول أف مثلا والانتحاب عند البكاء بين المصنف ثلاث صور بالمنطوق والمفهوم قوله لا من خشية الله أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان الصورة الأولى إذا انتحب من خشية الله والثانية إذا انتحب لا من خشية الله فإن انتحب لا من خشية الله فقد نص المؤلف بمنطوقه أنه إن انتحب أي بكى لا من خشية الله وإنما تذكر شيئا من أمور الدنيا فبكى عليه كوفاة عزيز ونحوه إذا انتحب فبان حرفان بطلت صلاته وإن انتحب فلم يبن إلا حرف أو لم ينتبن حرف فإن صلاته صحية هذا منطوق كلامه مفهوم كلامه وهي الصورة الثانية إذا انتحب من خشية الله عز وجل فقد نص منصور وغيره على أن مفهوم كلام المصنف أن من انتحب من خشية الله فلا تبطل صلاته وإن بان حرفا وهذا جزم به الفقهاء بل قال منصور ولا فرق في من انتحب من خشية الله من غلبه البكى والنحيب ومن تصنعه إن لم تبكي فتباكى ففي الحالتين من انتحب من خشية الله فبان حرفان لم تبطل صلاته إذن هذه الصورة الأولى والثانية مأخوذة من منطوق كلام المصنف ومفهومه الصورة الثالثة التي بعدها وهي أيضا صورتان قال أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان من تنحنح من غير حاجة وإنما يعني لعادة منه يتنحنح وهذا من بعض الناس من عادة أن يتنحنح كثيرا فإن بان حرفان بأن قال إح فبان الهمز والحاء أو حم فبان حرفان فإنه يأخذ حكم الكلام فتبطل صلاته مفهوم هذه الجملة أنه إن تنحنح لحاجة والحاجة قد تكون لألم في حلقه أو بلغ من يزيله أو لتنبيه شخصا بجانبه كما فعل أحمد فإنها لا تبطل وإن بان حرفان وهذا الظاهر جزموا به الظاهر العلم المفهوم جزموا به في أكثر من موضع نعم آخر شيء ويكره استدعاء البكاء كالضحك نعم يقول مصنف إن استدعاء البكاء حتى وإن كان من خشية الله مكروهم في الصلاة كالضحك أيضا ممنوع ذلك استدعاءه ويأتي إذا لحن في الصلاة في صلاة الجماعة يأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة إذا لحن في الصلاة في صلاة الجماعة بإذن الله عز وجل نقف عند هذا القدر ونكتفي به في هذه الليلة أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه وصلى الله وسلم عن نبينا محمد